فإذا ما هي قصة الميلاد؟ قصة الميلاد هي قصة محبة الله للإنسان قصة الميلاد هو عطية الله للإنسان قصة الميلاد هي قصة فداء الله للإنسان قصة الميلاد تظهر لنا طبيعة الآب المحب أنه لا يريد أن يهلك أي إنسان بل أن يقبل إلى الحياة الأبدية قصة الميلاد هي قصة إعلان قلب الله للإنسان المحتاج قصة الميلاد هي مبادرة إلهية لخلاص الإنسان قصة الميلاد هي قصة الحب العجيب اللي فدان فيها بالصليب وقام من الأموات حتى يختم هذه الحدث من أجل خلاصك وخلاصي قصة الميلاد كانت في فكر الله الأزلي وطبعا هذا أبعد من عقولنا وهل كل شيء لا نستطيع أن ندركه بالعقل أو نفهمه بالمنطق فهو مناقض لأله بالحقيقة أنه في كتير أشياء لا نستطيع أن نفهمها حتى في جسدنا حتى في المخ حتى في أعضائنا حتى في الشياريين حتى في الـ DNA بتاعنا في أمور كتير تفوق الخيال والوصف والعلم كيف نفهم الكواكب كيف نفهم الجاذبية كيف نفهم أعماق البحر ولكن ما نفهم أحبائي هو إعلان الله من خلال الكتاب المقدس قصة الميلاد هي قصة افتقاد الله للجنس البشري قصة الميلاد هي قصة زيارة إلهية لكي يفتدي الإنسان مثل ما ذكرت هذه القصة كانت في فكر الله قبل الأزل فإذا نستكشف نستنتج نستنبط نستشف كيف ما بدك تسميها أنه خطية آدم حواء ما كانتش مفاجأة بالنسبة لأله في حال ما أخطأ آدم حواء الرب وضع كاروبين ملاك كبير برتبة عالية مع سيف لهيب حتى يمنع أنه يقلوا من شجرة الحياة وإلا نستمر بالخطية وهكذا ابتدأ الجنس البشري وتورثنا الطبيعة وصار كل تصور فكرنا شرير والخطية استشرت وتفشت ويعني دخلت في كل نواحي الحياة شوف اليوم وضعنا اللي إحنا منمر فيه ألا توافق معي فإذا الخطية ما كانتش مفاجأة ولكن الشيء العظيم أنه الله دبر مخلص فادي سفر التكوين 3.15 قال أنه هذا الفادي مستقبلا سيأتي من نسل المرأة وابتدأ الله بالإعلانات في الكتاب المقدس وابتدأ يتعامل مع عيله إبراهيم، إصحاق ويعقوب ابتدأ يتعامل مع شعب موسى عندما أخرج شعب إسرائيل من العبودية ابتدأ يميز هذا الشعب في شريعة في نموس، في طقوس، في شرائع كان حاضر معهم كان يتكلم من خلال موسى وبعدين من خلال الأنبياء نكتشف الحق وأن النبوات ابتدأت تتحدد أكثر لمجيء يسوع المسيح وفعلا في ملء الزمان في أكثر من ألفين سنة ولد يسوع المسيح في بيت لحم موسيقى موسيقى